موسيقى 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 ما زالت هذه التغطية مستمرة مشاهدنا الكرام ونحن نحتفي بالشهيد في يوم شهيد في الثلاثين من نوفمبر من كل عام ولا طبعا ننسى تضحيات الشهداء بأرواحهم فداء لهذا الوطن التغطية ستكون مستمرة إن شاء الله تعالى على مدى ساعتين بدأنا من الساعة العاشرة وسنستمر حتى الساعة الثانية عشر إن شاء الله وهذا أقل شيء ممكن أن يقدم للشهيد في يوم الشهيد كذلك عند الساعة الحادية عشر والنصف تماما ستكون هناك دقيقة دعاء هي في الحقيقة ليست دقيقة صمت إنما هي دقيقة دعاء ما الذي سيستفيده الشهيد من الصمت لا والله ممكن أن نستغل هذه الدقيقة للدعاء ندعو لهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل هذا الوطن وتراب هذا الوطن سيكون ذلك إن شاء الله عند الساعة الحادية عشر والنصف تماما بإذن الله تعالى وهذه التغطية كما ذكرنا مستمرة إن شاء الله تعالى لدينا ضيوف ولدينا كذلك أكثر من نقلة مع الزملاء في المنطقة الوسطى وأيضا في المنطقة الشرقية نعم أبو أحمد استمعنا قبل قليل أيضا إلى كلمة معالي الدكتورة ميثة بن سالم الشامسي أكدت أيضا من خلال هذه الكلمة أن الدعاء للشهيد والتقدير لا يكون في يوم واحد يكون دائم وحتى أيضا مثل هذه أيضا الأحداث التي حصلت لجنودنا البواسل في اليمن أو غيره يجب علينا نحن أيضا أن ننقله إلى الجيل الجديد حتى يعرفوا أيضا قيمة القوات المسلحة قيمة هذا الشهيد وما قدم أيضا من غالي ونفيس لدولة الإمارات ونحن نقول لمعاليها نحن إن شاء الله مستمرين على هذا النهج راح ندعي لهم أيضا دائما في كل صلاة في كل سجدهم أيضا حافظوا على مكتسبات هذا الوطن ونحن أيضا لازم أيضا نحافظ على ما وصلت إليه دولة الإمارات من عز ومن كرامة في أيضا عامها الخمسين أحسن أما الآن مشاهدينا فننتقل لزميل حامد المحمدي من قناة الوسطى والمتواجد في جامع الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي أيضا ليشاركنا أيضا الحديث عن هذا اليوم مع ضيفه الكريم إليك الكلمة حامد نعم صباح الخير جملائي في الستوديو وصباح الفخر والعزة والشرف لدولتنا الحبيبة ولشهدائنا الأبرار وجنودنا البواسل اللي افتدوا هذه الأرض الطيبة بدماغهم الطاهرة صباح الفخر صباح يوم الشهيد اللي تستذكر فيه دولتنا العزيزة الأبية تضحيات أبنائها البرارة وشهدائها البواسل وتكرم فيه هذه ذكرى العزيزة على قلوبنا في دولة الإمارات العربية المتحدة نصبح عليكم بالخير والعافية من مدينة الدين من منطقة الوسطى في إمارة الشارقة وتحديدا من أحد أبرز معالم العزة والفخر في هذه المدينة بن مسجد وجامع الشهيد سلطان بن محمد بن علي بن هويدن الكتبي هذا المعلم البارز اللي تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة اللي يطول العمرة ويحفظها ببنائه استذكارا لهذه الذكرى الطيبة لشهيد الإمارات ولكل الشهداء وهذه الرمزية يمكن اللي اختارتها دولة الإمارات العربية المتحدة في الثلاثين من نوفمبر وهو يمكن ذكرى سقوط أول شهيد في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنه كذلك نمزية لشجاعة ونبل وتضحية كل شهدانا نلتقي فيها هذه اللحظات طبعا مشاهدين الكرام مع أحد دوي الشهيد أخوه سعادة سالم محمد بن هويدن الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق ورئيس مجلس إدارة نادي الذيد الثقافي الرياضي بوسلطان طبعا ونحن نستذكر هذه الذكرى الطيبة وهذه يمكن المناسبة لتنمي العز والفخر والشرف في نفوسنا نحن بداية أنتم كذوي الشهيد يعني هذا الشيء خصكم هو طبعا عام لكل أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة كلمتكم ومشاعركم في هذا اليوم اللي تستذكرون فيه يعني هذا الشرف اللي نلناه جميعا بتضحيات أبناءنا بداية أنا أصبحك بالخير أخوة حامد أصبح الأخواننا في الستوديو وجميع متابعين قنوات الشهد نحن هذا اليوم يوم شرف يوم عزة يوم فخر لذوي الشهداء فخر لدولة الإمارات فخر نحن كعوائل شهداء قدمنا شيء لهذه الدولة الطيبة التي لم تبخل بشيء لتربية هؤلاء الأبناء الذين قدموا أرواحهم شرفا لهذه الدولة أيضا في هذا اليوم لا ننسى أن نشكر قيادتنا السياسية وحكومة دولة الإمارات التي أقسموا هؤلاء الشباب في خدمتها داخل الدولة وخارج الدولة فكانوا على الوعد صادقين قدموا أغلى ما يملكون وهو أرواحهم فداعا لهذه الدولة أنت لما تقدم روحك هذا شرف شرف للشهيد شرف لذوي الشهداء الموجودين يفتخرون بأن لديهم شهيد لديهم رجل قدم أغلى ما يملك لهذه الأرض الطيبة مثل ما ذكرت القيادة الرشيدة أولى هذا الجانب باهتمام كبير جدا ونحن موجودين في أحد المعالم اللي يفتخرون بها هل الديد وهل الشارجة وهل دولة الإمارات العربية المتحدة كلهم صاحب السمو حاكم الشارقة الله يطول عمره الحظات فضل بإقامة هذا المسجد استذكارا لذكرى الشهيد سلطان بن هويدن وكذلك الشارع اللي مار على المسجد هذا والجامع شارع الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبية الله يرحمه يغافر الله يعني رمزية هذا الشيء المعنوي يعني هذا ما يخصكم أنتو حتى هل الديد نحن هل الديد وهل المنطقة الوسطى هل الإمارات كلهم يفتخرون بهذا الشيء فرمزية هذا الشيء بالنسبة لكم أنتو هل الديد أخوية محمد نحن نفتخر ونقدم كل الشكل لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أنا أذكر يوم السلطان الله يرحمه الشيخ سلطان قال هذا ولدي وأنا بكرنا فكان من ضمن مكارم سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور بناء هذا الجامع الكبير وتسمية الشارع الذي يمر أمامه هذا المسجد فكان من توصياته أنكم أنتو دائما حاولوا أنكم تصلون في هذا المسجد حتى تستذكرونه وتقولون رحمه الله أيضا الشارع والدوار على بجانب هذا المسجد سميه باسم الشهيد فكتبه في آخر اسمه مقولة سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور رحمه الله فهذا يدل مكانة الشهداء ومكانة هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأرواحهم أمام القيادة السياسية نحن هم ضحوا لكن في نفس الوقت لن ننساهم لأنهم صاروا رمز لهذه الدولة أيضا لا ننسى أن نشكر سيدي رئيس الدولة الشيخ ريب بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أسسوا مكتب في ديوان الرئاسة وديوان ولي العاد لخدمة أسر الشهداء وتقديم كل ما يحتاجونه من متطلبات الحياة يعني الدولة قيادتنا السياسية لم يضخروا شيء لخدمة هؤلاء الشباب الذين ضحوا بأرواحهم لخدمة هذه الدولة بالتأكيد هذا مصدر فخر بو سلطان لكل من ينتمي دولة الإمارات العربية المتحدة والكل طبعا يفتديها بدماء ويفتديها بروحة وبجهودة وكل ما يمكن أن يقدم الإنسان لهذه الدولة لأعطت الكثير للمواطنين والمقيمين فيها نحن نتوجه إلى ذوي الشهداء وصارهم في دولة الإمارات العربية المتحدة كلها في الإمارات السبع تلاحم الشعب خلف قيادته وخلف المجد والشرف اللي نالت دولة الإمارات العربية المتحدة في كل المحافل كلمة توجهها سعادتك لأسر وذوي شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة دحاني فهذا اليوم نسترحم عليهم ونقول لهم أبناءكم الحمد لله أحياء عند ربهم محمد أنا شفت أشياء في فترة اللي كانوا الشيخ محمد وشيوخ الإمارات يزورون أسر الشهداء في بيوتهم يعني مرينا تقريبا على أكثر العوائل اللي مرينا ما تلقى عندهم حزن يعني كانوا فرحين أن صار عندهم شهيد في هذا البيت أيضا لا ننسى يعني أن هذا الشهيد بيكون شفيع لأسرته سبعين شخص من هذه الأسرة بيكون هو شفيع لهم يوم القيامة فتحس أنه فيه فرحة صحيح أنك أنت فقدت قالي فقدت شخص يعني من أسرتك لكن في نفس الوقت الله عوضك عوضك بوجود هذا الشخص يكون من هذه الأسرة الطيبة التي خدمت دولة الإمارات والتي رحت بلغالي والنفيس لهذه وإن شاء الله نحن حتى أولادنا اللحياء أيضا يخدمون هذه الدولة ونحن بأي شيء تطلبها قيادتنا السياسية لا نقاش فيه ننفذ ونقولهم نحن حاضرين في كل ما يأمرون به طبعا هذا فخر الكبير هم الشهداء نالوا الشهادة نالوا فخر الشهادة ونحن لنا العزة والشرف والافتخار بهذه الشهداء الله يرحم شهيد الوطن السلطان بن هويد ويرحم كل شهداء دولة الإمارات العربية والمتحدة هم كلهم يمكن نبراس لهذه التضحية نشكرك طبعا كل شكر والتقدير لسعادة سالم بن محمد بن هويد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقا ورئيس مجلس إدارة نادي الذين الثقافي الرياضي وطبعا نحن من هذا الموقع ومن هذا المعلم البارز اللي نستذكر فيه يوميا في صلواتنا الخمس تضحيات هؤلاء الشهداء وندعي لهم ونقول الله يرحمهم ويغافر لهم وهذا اليوم نحن نعتز ونفتخر فيهم شكرا لكم طبعا مشاهدين الكرام ونعودة إلى زملائنا في الستوديو